الفنانة القديرة عيدة فهمي اتخرجت من المهد العالي للفنون المصرحية عام 80 وبدأت مشوارها من خلال الدراما التلفزيونية حيث شاركت في بدايتها في مسلسل محمد رسول الله والفتوحات الإسلامية أيضا شاركت فيه أبناء العطش وحتى لا يختنق الحب من الأعمال اللي شاركت فيها كان أيضا مسلسل ليلة الأبضى على فاطمة مع المخرج الكبير محمد فاضل واللي تم تقديمه سنة 84 قدمت الفنانة القديرة عيدة فهمي للمصرح المصري العديد من الأعمال المصرحية زي مشاركتها في مسرحية كلام خواجات وهي لحبيبتي مع الفنان ونجم الكبير الراحل فؤاد المهندس واللي تم تقدمها عام 85 كاميرا فلاش كان لها لقاء بالفنانة القديرة والمتميزة عيدة فهمي واللي هتكلمنا فيه عن المصرح وكمان عن مصرحية حريم النار واللي قدمتها في الفترة الأخيرة كاميرا فلاش والفنان عيدة فهمي وارجعونا مرحب فكرة المصرح الاستعراضي دي حاجة بالنسبة لي حاجة مهمة جدا جدا وأتشرف بيها في السيفيل المصرحي بتاعي لأنه معلش يعني أنا حقول حاجة يمكن تكون غريبة شوية إنه إن أنا في السن ده إن أنا أكون ممثلة مصرح استعراضي أنا عملت أنواع كتيرة جدا جدا من المصرح وتحركت على المصرح ورقصته بس مش كده ده مصرح استعراضي مليون في المي فإن أنا بعد السن ده يبقى عندي اللياقة المصرحية دي وزي ما كانت مصرح والمصرح خد مني كتير جدا جدا في حياتي ديت للمصرح تقريبا كل حياتي الفنية الحاجات التلفزيونية والحاجات اللي أبعملها الإزاعية وفن الدبلاج اللي أنا متميزة بيه والحمد لله يعني اللي هي مجال أنا حد مهم فيه والحمد لله بفضل ربنا يعني إنما المصرح ده روحي حقيقي المصرح برغم إن المصرح ما بيديش الشهرة ولا يعني الفنان عايز إيه يعني لكن لكن أنا مهتمتش بده طول حياتي أنا مهتمتش بالشهرة ولا الفلوس لسا مكملين كلامنا مع الفنان القاديرة عيدة فهمي واللي قدمت للسينما المصرية في بدايتها عدد كبير من الأفلام مع كبار الفنانين والنجوم ومخرجي السينما المصرية حيث شاركت فيه فيلم كتيبة الأعدام مع الفنان والنجم الكبير الراحي النوري الشريف واللي كان بدايتها في السينما كمان قدمت الهروب مع الفنان والنجم الكبير الراحي الأحمد زكي قدمت أيضا ديك البرابر لتبتعد بعديها عن السينما وتتجه للدراما التلفزيونية واللي قدمت لها عشرات الأعمال الدرامية من أهم المسلسلات اللي قدمتها الفنان القدير عيدة فاهمية وكان مسلسل أرابيسك مع الفنان ونجم الكبير صلاح السعداني والمخرج جمال عبد الحميد تم تقديمه سنة 94 قدمت كمان أوراق مصرية وحدائق الشيطان والملك فاروق والنار والصين والحكر وأمر واقع واللي قدمته في رمضان 2018 تعالوا نكمل لقاء كاميرا فلاش مع الفنان عيدة فاهمي ونشوف حوارها عن المسرح ونرجع ليكو مرة كمان اسمي زي ما أنا بقول أبوي أبوك المسرح أنا على المسرح هو ده الاسم هي ده القيمة هو ده القدر أنا على المسرح ملكة المسرح زي ما أطلق علي مؤخرا أنا ملكة المسرح ده اللي أطلق علي مشان اللي بقولها على نفسي على فكرة في بعض النقاط كتبوا على كده فدي معناها إن أنا لي مكانة على المسرح إن أنا أتحط فين أروح فين أعمل إيه ده حسب مجموعة العمل هي بتقدر إزاي والحقيقة أنا مع الأستاذ محسن الأستاذة مروى أنا متقدرة بشكل كويس جدا جدا عشان كده بشتغل وأنا كأني عندي لسه في العشرينات أي حاجة بتتعرض علي بعملها أي حاجة أنا بعرف أعملها الحمد لله لا نفسي في حاجات كتير أو في تلفزيون ما تعملتش لا لسه كتير لسه ما خدتش حاجة أنا ما عملتش حاجة في تلفزيون اشتغلت في الأوائل كده مع مخرجين كبار أو أستاذنا محمد فاضل أستاذ المخرج الكبير جمال عبد الحميد اشتغلت مع ناس قيمة كبيرة جدا وفعلا خدت حقي بس أنا برضو اللي عملت كده أنا اللي بعدت شوية لأن المسرح خدني لأنني أنا عاشقة للمسرح فالمسرح خدني وأنا مش ندمانة على فكرة مش ندمانة خالص وبعدين الإدارة كمان إدارة المسرح الكوميدي خمس سنين خدتني شوية وبردو ما كنتش ندمانة إطلاقا أنا دلوقتي فاضع أنا راضي عنه تماما تماما جدا شجرة الدر أحب أعمل شجرة الدر وأنا عملت زمان ميدية ميدية طبعا عملتها زمان وأنا صغيرة لو أتيحت ليا فرصة دلوقتي أن أنا أعملها أعملها وأعملها بنطج أكتر بالإضافة لحاجة زي شجرة الدر مثلا حاجة شخصية حقيقة تتمثل يعني وزارة الثقافة مهتمة على فكرة بالمسرح وأنا شايف نشاط هايل جدا جدا على مستوى الزارة الثقافة في المسرح وشايف نشاط في الحركة النقدية كمان يعني في حركة نقدية عيشة مع المسرح جامد جدا جدا وإنتوا كمان إنتوا كمان لما بتجروا وراء المسرح في كورن الحتة وإنتوا متابعيني وأنا متابعيكم وبقى سعيدة جدا إنتوا مهتمين بالمسرح المسرح حاجة مهمة أوي أوي أوي